هذا وأصيب المصوران الصحفيان مؤمن سمرين وربيع المنير برصاص الاحتلال خلال استهداف الطواقم الصحفية التي كانت تتواجد في منطقة رام الله التحت لتخطية جريمة هدم الاحتلال لمنزل الأسير إسلام فروخ وأطلقت قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز السام خلال اغتحام مدينة رام الله ليلة الماضية على الصحفيين رغم ارتدائهم للزي الصحفي واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية الاستهداف المباشرة للصحفيين جزءا من العدوان المفتوح ضد حراس الحقيقة وإمعانا في الاستخفاف بكافة القوانين والمعاهدات التي توفر الحماية للإعلاميين خلال عملهم وتضمن عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب ومنذ عام 2000 قتل الاحتلال 49 صحفيا من بينهم أربعة صحفيين أجانب كانوا يرتدون الزية الصحفية الكامل كانت آخرهم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقله الجميع كان لابس معدات الحماية للوقاية من الرصاص الجيش كان عدة مرات بالإضاءة والليزر والكشف حاولنا وتأكد إنه إحنا صحفيين يعني أنا واحد من الصحفيين حطيت كاميرتي بلشت أصور بل أضع علي بالليزر مباشرة يعني أول ما وصلت أطلق الرصاص مطاط باتجاهي يعني كانت قريبة جدا قريبة جدا علي بعد ساعة ونص بنسمع صوت الرصاص باتجاهنا وقع أحد الزملاء شفنا مين طلع الزميل مؤمن سمرين الجيش كان متعمد ومستقصد إنه يتم إطلاق النار باتجاه الصحفيين الموجودين على سطح العمارة إحنا كنا فقط صحفيين على سطح العمارة ما يقارب حوالي عشر صحفيين حتى عند محاولة الزملاء والصحفيين إسعاف مؤمن أيضا تم استهدافنا برصاص الاحتلال مطاطي